اشتركوا في القناة 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 معناته عميقة تنجم تترك تقرحات تناسلية تترك سيكاتريس الثالث هو الإصابة الجلدية على خاطر في بي سيت نشوفه برشة الإصابات الجلدية اللي هي أولها بسدف كوليت اللي هي البثور كي محبش باب كي محبش باب اللي ينجم يظهر على الأطراف السفلية على الأطراف العلوية في الفخدين كي محبش باب فما الحاجة اسمها العقدة الحمامية هي عبارة عن دوائر حمراء صلبة مؤلمة تظهر فجأة على الساقين على الفخدين هيت نجم تظهر في أي بلاست لكن هذه أكثر أماكن تظهر فيها الحمامة العقدية المعيار الثالث هل يمكن أن يكون الإصابة الجلدية دونك عيننا الأفتوس بوكال الأفتوس جينيتال الإصابة الجلدية المعيار الرابع هو الإصابة العينية واللي هي معناته تشكل أكثر الإصابات الشيوعا وخطورة معناته فما إصابات أخطر من الإصابة العينية لكنها أقل شيوعا نشوفوها أقل اللي هي أهمها الإيفيت المستمع ما يهموش التسمية العلمية يقول لك أعطيني الأعراض شمعناته إيفيت معناته المريض اللي عنده أفتو سواء يعلم أنه هو عنده ملديد وبسيت وإلا ما يعرفش يجب هذوم المرضى ينتبهوا جيدا لأعراض مهمة في العينين اللي هي إحمرار العينين الدمع يصير يدمع الفاتوسونسبيلتين فاتوسونسبيلتين معناته فرط حساسية للضوء وكما قلنا رجور معناته الإحمرار هذا يدليل على أنه فما إصابة عينية خطيرة تسمى الأوبييت اللي هي حالة من الحالات الإسعافية الاستعجالية في الطب العيون وليحنا معناته يزمني نذكر حاجة أنه إحنا في الملديد وبسيت ما نخدموش وحدنا كأطباء طب باطني إحنا نخدموه بالتعاون مع أطباء العيون اللي شخصه أحيانا هم الأوبييت ويبعثونا المريض اللي نكتشفه عنده بسيت معناته التشخيص ينجم يخرج مش بالضرورة من طبيب الطب الباطني ينجم يخرج من طبيب العينية ينجم يخرج من طبيب الجلدة ينجم يخرج من عند طبيب العام والأورد والشرايين والأورد والشرايين أي طبيب الجرح أحيانا فما مرضى عندهم ملديد وبسيت وما يعرفوش لهذا كيعملوا عمليات جراحية السيكاتريز ما تتلمش وإلا يقع فيها أبسة كنجو نعملوا استقصاءات نكتشفوا أنه عنده ملديد وبسيت إحنا تحصلنا على أربع معاي من خمسة الخامس هو حاجة اسمها تست باترجيك اللي هو اختبار فرط الحساسية اللي هي فرط حساسية جلدية على مثلاً على الوخز وكيفاش نعملوا الاختبار وخز بالإبرة جي فانتايا معناته إبرة رفيعة نوخز فيها العضو دمتاع المريض وفما رأكسيون تظهر معناته أبري بن كاترور اللي هي تظهر نتو سال سال بالدل على أنه فما فرط حساسية فرط الحساسية رغم أنه ما هوش من الأعراض الظاهرة لكنه مهم جداً عليه خطر مثلاً ملديد وبسيت الأعراض هذية نجموا نشوفوها في برشة أمراض أخرى عليش مثلاً نقرروا هدايا وبسيت وهدايا لا مثلاً فما إحنا يدخل حاجة اسمها التشخيص التفقيري التشخيص التفريقي دا إكرون اللي بيس الاربيس برشة أمراض فيها تقررحات فيها أفتوز بوكال لكن ما تتسمىش بسيد لهنا البترجيك تيست اللي هو الوحيد اللي تكون فيه التيست بترجيك بوزيتيف بيعتك صحة دكتورة على توضيحات هذي الكل احنا مازلنا مكملين معاكم انتوا حتيكش للأربعة متع لشين عاوضوا مفكركم اللي موضوعنا اليوم هو مرض بهجة وحضرة واحدين دكتورة نادية الحكيم طبيبة مختصة في أطب الباطني إذا كان عندكم أسألة في الموضوع ذاتنا جموت كلمون على الواحد وثلاثين تلاثمئة وثمانين الف جيد مكملين مع بعضنا من تواحات حتيكش للأربعة متع لشين عاوضوا مفكركم اللي الموضوع متعنا اليوم هو مرض بهجة وحضرة واحدين دكتورة نادية الحكيم طبيبة مختصة في أطب الباطني إذا كان عندكم أسألة في الموضوع ذاتنا نجمو تكلمونا على الوحدة وثلاثين ثلاثة مية وثمانين وشو اخر دكتورة نحكيو على العلاج وعالمات الخطورة ما هيت نكملو مع الاعراض خطلي من بك احنا بش نرجعو للمعايير الدولية اللي اتشخص بيسيد هي خمسة معايير التقرح الفموي اللي هي هو الفتوز بوكال التقرح التناسلي الفتوز جينيتال الاصابة الجلدية اللي هي مثلا كما قلنا كما حبش باب كما العقيدات الحمراء وفما الاصابة العينية اللي هي من اخطر الاصابات في بيسيد وفما التست اللي يجريه الطبيب المختص التست باترجي كمانات هذا كتست هذوما المعايير الخمسة احنا نحتاج مع التقرح الفموي اللي هو فوندمنتال اساسي نحتاج معهم زوز معايير من الاربعة الباقيين فما معناته احنا قلنا انه ملدي دو بيسيد هو يزم فما حاجة يزمنا معناته نمهو عليها انه ملدي دو بيسيد دق بهجة دق بهجة هو التهاب اوعية نعاودو نحكو حاجة مبسطة الدم اللي يخرج من القلب تنقله الشرعيين اللي تنقله لجميع اعضاء الجسم الدم اللي يخرج من الاعضاء يمشي في الاوردة اللي تهزه للقلب بيش من بعد تمشي للرئتين اللي بيش تتخلص من بعد من ثاني اكسيد الكربون هاد دونك الاوعية الدموية موجودة بارتو في الجسم دونك الاصابة رح تكون في كل انحاء الجسم عخطر ما فمش اي نقطة في الجسم ما فيهاش اوعية دموية دونك دق بهجة هو دق التهاب الاوعية هو احد الامراض هو مش برك المرض الوحيد التهاب الاوعية هو احد الامراض متاع التهاب الاوعية اللي تقع التهاب ما نعرفوش عليش عليش الجسم فجأة آلية مناعية وإلا غير مناعية يقع التهاب فيه يقع التهاب في هذه الاوعية دونك الاصابات رح تكون متعددة مثلا عندنا الاصابة الاصابة العصبية معناته الإصابة العصبية الى هنا ان تكون متعددة عليه физ الأصابة عصبية تكون في الدماغ تناجم وتكون في النخعة الشوكة التناجم وتكون في سحايا معناته الى هى الأخشية المحيطة في الدماغ تناجم تكون في الاعصابة المحيطية المستمع كيف هذه الأعراض الكلي يقول لك اعتيني ما هي الأعراض متاعها مثلا نحن نقوله فما التهاب سحاية اللي هو متعرف عليه المنانجيت مثلا الأعراض متاعه الصداع صلابة الرقبة أحيانا الأقياء الأقياء الإصابة مثلا إصابة فما منكم أنسفاليت اللي هي إصابة الدماغ والسحاية يقع إصابة مشتركة تقع كافة الإصابات العصبية الأعراض العصبية اللي ممكن نتخيلوها مثلا إصابات حسية إصابات حركية المريض يقول لك نحس بتنميل نحس بفقدان الحس في أحد الأعضاء فقدان الحركة في أحد الأعضاء كما أي إصابة عصبية فما الإصابة للعصاب المحيطية اللي هي أغلب نيرباتي بريفيريك اللي هي معناته كما مثلا بدي قول بديت نحس بتنميل في دي في سقاية نحس كأنه فما حرارة في كفوف اليدين فما حرارة في كفوف السقين فما إسهال من غير سبب مريض من غير سبب يلقى أنه قاعله دياري فما الإصابة الدماغية مثلا بالعصب تنجم تكون على شكل دوخة بش نرجع شوية حاجة ما بين قوسين على الإسهال على خاطر تنجم تكون الآلية متاعه عصبية وتنجم تكون هضمية لحنا بش ننتقله للإصابة الهضمية اللي هي تنجم تصيب أي جزء في الجهاز الهضمي منها التقرحات ألسيراسيون اللي تنجم تكون في الإزوفاج في المري في المعدة في الكولون فمحالات خطيرة اللي يقع فيها ألسيراسيون معناته عميقة اللي تنجم تعمل انثقاب للأمعاء اللي احنا بش نشوفه مثلا في مرحلة أولى دياري وفي مرحلة متقدمة في الانثقاب النزيف الهضمي سواء أغلب الأحيان نزيف هضمي سفلي معناته المريض يقول انه البراز متاعه ولا أكحل كي ولا البراز أكحل معناته هو أصبح مختلط بالدم معناته فم نزيفة هذي احنا نسموها الأعراض اللي معناته اللي تدق نقوص خطر عند المريض اللي يجب المريض يعرفها هذي أعراض علامات خطورة اللي حكينا عليها فم الإصابات المفصلية اللي تنجم تكون متعددة تنجم تكون على شكل آلة مفصلية عادية آلة مفصلية ذات طبيعة التهابية معناته فم الإصابات المفصلية تنجم تكون ذات طبيعة التهابية وذات طبيعة ميكانيكية اللي هي تابعة للعمل معناته اللي يخدموا مثلا شوفوا في التاكسي عنده آلام في أسفل الظهر اللي يخدموا خدمة في واقفة عندهم آلام في الركبتين هذه آلام ميكانيكية فم الآلام الالتهابية اللي المريض يحس بيها خاصة في الليل اتفيقوا منه إصباح يصبح عاكش يقول لك عاكش نحس بتيبس في المفاصل هذا يدليل أنه فم هذا ينسموه معناته التهاب مفاصل التهابي معناته التهابي وفama مثلا التهاب المفصل نفسه مثلا يقع أرتريت المفصل يقع في التهاب هو بحد ذاته اللي من علاماته الالتهاب المفصل للإحمرار الحرارة المفصل للآلام المفصلية هذه هي الإصابة المفصلية فما الإصابات المهمة جدا جدا في داء بهجة اللي هي الوعائية اللي تصيب خاصة الأوعية الدموية الكبيرة الشرايين الكبيرة والأوردة الكبيرة مثلاً كنجول إصابة الشرايين الكبيرة مثلاً مثل إصابة الشريان الأبهر لهنا الإصابات الوعائية الكبيرة الشريانية وإلا الوريدية تنجم تكون على شكل خثرات معناته تتشكل خثرات داخل هذه الأوعية اللي تعطي مضاعفات خطيرة جداً أبار الخثرات فما حاجة اسمها أمهات الدام الأنفريز اللي هي مثلاً توسع في جدار الوعاء على شكل بالون يتوسع جدار في بقعة معينة على شكل بالون هذا يتراكم في الدم أحياناً وبعد ينفجر ينسلخ هذه حالة من أخطر الحالات اللي النجموا شوفوها بالنسبة للمريض أنا شنية تنجم تكون إصابة الشرايين والأوعية في الطرفين السفليين اللي تنجم تعمل ترومبوز فينوز بروفوند وإلا سوبرفيسيال اتهاب وريد خثري في الساقين نرجع نفس التوضيح أنه المستمع لازم يعرف أعراض اللي يهموا أعطيني الأعراض أنا شنو اللي يعرفني أنه عندي الإصابة مثلاً الترومبوز فينوز معنا الثاني الخثرة في الساقين المريض يحس أنه عنده آلام في ربلة الساق يحس فيه إحمرار آلام شديدة كيمشي لطبيب يطلب له مثلاً يكتشف أنه أحد الشرايين ولا أحد الأوردة مسدودة هذه كيف كيف هذه حالة استعجالية مثلاً فما الإصابات اللي تمس الشرايين الرئوية الكبيرة اللي هي شرايين ياسر معناتو من أهم الشرايين في الجسم اللي تقع فيها إصابة الشرايين تعمل أمبولي بولوينير هذه حالة خطيرة مهددة للحياة معناتو هذه تطلب تدخل علاجي أكثر من إصعافي أكثر من استعجالي هذه الإصابات الوعائية جسد دكتورة مادام هتي تحكي على الإصابات الوعائية سمحني وحسب أفهمتو أنا إذ هولي مرض بهجة يحب برشا العروق ومشكلتو الكل في العروق وبرابور للاكتواليتي متاعنا والكورونافيروس نعرفو زيدا كورونا زيدا يحب برشا العروق ويمشي للعروق ونجم يتسبب زيدا في تخاثرات حتى كلك فاكسين نجم يعملو الحاجات هذوما دونك إذن جم يتسئلو العبيد يقول لك إذا كان عندي مرض بهجة باركزامبل وإنا مرضت بالكورونا أس كالخطورة متاعي دوبلما أكثر من غيري وطو ديبون دو إنا فما لقاحات نعرفو لي تعمل مشاكل زيدة في الأوعية الدموية وتخثر دونك أس كأنا منسوح لي فما نوع معين ولا ما عنديش نوع معين كيف غيري زمي راجعت بيبي بش نجي اللقاح كيفش نجم يتعامل المريض بهجة مع المشكلة دين سؤال مهم برشا على خاطر إحنا توفي الأكتوليتيم تعالى الكوفيد فما حاجة بش نقولوها إنه اللي عندهم مثلا داء بهجة ينجموا يتصابوا يكونوا مصابين بداء بهجة من قبل وينجموا يكتشفوا داء بهجة أثناء أثناء الهذا لهنا معناته إحنا شنو نقولو عنا مريض يعرف أنه مصاب في داء بهجة ومريض لا يعرف أنه مصاب المريض اللي هو يعرف روحه مصاب في داء بهجة هذوما عندهم الأولوية في اللقاحات معناته المرضى بشكل عام اللي يدخلوا في إطار الأمراض المناعة الذاتية وإلا البسكولاريد عندهم أولوية في اللقاح علي كنجون وازنوا ما بين مخاطر الإصابة بالكورونا عند هذوما المرضى ومخاطر الأعراض الجانبية اللي تنجمت تسببها بعد اللقاحات نلقوا أنه الإصابة بالكورونا هي أخطر من من التأثيرات الجانبية متاع اللقاحات معناته هو ينجم يتلقى اللقاح ولكن بشروط محددة مش كبيرة أول حاجة أنه نحاوله فما حاجة ما نعرفش قلتها ولا لا أنه المرض يمر بفترات فترات هدوء وهجوم هدوء وهجوم معناته المرض يراوح المريض مرة يستقر ويكون ستابل وهاديو والمريض ما عنده حتى أعراض ويجي فترة ما نعرفوش عليها تاون نقول شنية تاون لاحقا نقول شنية العوامل اللي اللي تحرد البوسي معناته اللي تحرد الهجمة اللي هي مثلا الرضي النفسي الانفعال السترس التراومة رضود الطعام غير مناسب العادة الشهرية عند النساء مثلا نتنجم تحرد البوسي نرجع الموضوع اللقاح انه اللي ياخذ اللقاح نحاوله قدر الامكان انه ياخذ اللقاح في فترة الهدوء او فترة أقل ما يمكن من النشاط من النشاط مرضي على خاطر فما مرضى دائما عندهم دائما عندهم الأعراض يختاروا الأوقات اللي هما أقل ما يمكن من نشاط المرض بيش ياخذوا اللقاح فما حاجة أخرى انه احنا عنا بكودو شوة متاع اللي فاكسا معناته عنا فما اللي فاكسا اللي هم معروفين بتأثيراتهم الجانبية في تشكيل الخطرات هدوما نحاولوا نبعدوا عنهم مين فما فاكسا اللي احنا نوص فيه معناته احنا فما فريق بحث تشكل في الجمعية التونسية للطب الباطني درست الأمور هدية وفما توصيات أعضتها انه احنا ماذا بينا المرضى بدأ بهجد وإلا الأمراض المناعية الذاتية وإلا البسكولاريت انه يتلقوا اللقاح المعتمد على تقنية الـ RNA معناته نسخ الـ RNA اللي معروف هو اللي هو معروف هو الفايزر بيو ان تتش معناته هو هو اكثر لقاح مفضل عند هذه الفئة من المرضى فما اللقاح الآخر اللي يعتمد على نفس التقنية اللي هو المودرنة يعني نفس تقنية الـ RNA اللي هو اللقاح مش مستنبط من الفيروس الكامل ما فهمش إدخال للفيروس الكامل يعتمد على إدخال الجزء من الحمد النووي الـ RNAM هذا أبارسا معناته المريد ياخد لقاحه عندهم أولوية في اللقاح حتى معناته برطو احنا نقوله حتى عائلة المريد ماذا بيهم هم زادة يتلقوا اللقاح وهم زادة ماذا بيهم الوقاية معناته بش هم وهم ما يمرضوش ويعدو ما يعدوش المريد اللي عندو الكورونا فما حاجة مثلا المريد اللي أخد اللقاح الجرعة الأولى نحكي هون ديتاي إنه المريد أخد لقاح الجرعة أولى وما بين الجرعتين مرض بكورونا شنوه العمل العمل اللي هنا إنه إحنا نحاولو نأجلو الجرعة الثانية إلى حين التحسن السريري الكامل من الأعراض متاع كورونا وبعدها ندرسوه فما فئات أخرى اللي هنا نقولو أيضا استثناءات فما أنواع معينة من العلاجات المتاع الدأ بهجة اللي ما نعطوها إلا بمر مجيخ خاصة معناته بحيث إنه اللقاح يكون بعيد أربع أسابيع عن الجرعة متاع دواء فما مثلا المرضى اللي ياخدوا اللي هنا تدخل في حكاية العلاج إنه المرضى اللي ياخدوا الكورتزون الكورتغيدات ماذا بينا يكونوا في أقل دوزة فعالة بش إحنا نعطيهم اللقاح نمش كاملوا دكتورة معك جزت خطر أذين العسر نرفع الأذين ونرجع نكمل معك العلاجة تتنجم تكون موضعية وإلا عامة معناته يشرب المريض دواء وإلا عنده جرعات يتناولها وإلا علاج موضعي العلاج الموضعي إحنا نقوله على الإصابة المكوز معناة الإصابة الأخشية المخاطية اللي هي تقرح الفماوي والتقرح التناسلي بعده فما علاجات موضعية فما كريمات فما تدخل فيها الكورتغيد فما هذين علاجات موضعية فما علاجات عامة اللي هي المريض يتناولها وحسب الأعراض مثلا المرضى اللي عندهم أكثر أعراض مفصلية ياخدوا الكورتغيد بنحاولوا بأقل ما يمكن من الدوزاج معناته فما علاج إحنا نقوله علاج دفون تعال الأعراض كما التقرح الفموي معناته هذين برشة المرضى اللي هو الكولشيسين اللي يعتبر العلاج أساسي في في علاج الأعراض التقرحات عند مرضى داء بهجت فما الكورتغيدات معناته اللي نعطوها في الإصابات المفصلية الإصابات الرئوية فما العلاجات اللي هي الأدوية المثبتة للمناع هي أقوى أنواع العلاجات اللي نعطوها في في الإصابات الكبرى والأيصابات المعندة على العلاجات العادية معناته إحنا كنعطو الكورتغيد ونعطي�지 كورتشيسين والمرض ما يرتاحش وقتها ممكن نخلطه الادوية المثبتة للمناعة just دكتورة الكورتكويد مش شي طيح شوي في المناعة وهو المريض المتاع به tehdه نرما ما مستحق اكثر مناعة ماينا جنش هذاي زيد يا طيح له اكثر من المناعة احنا نخافه في الكورتكويد من الاصابات الخمجية معناته الاصابات الجرثومية معناته اللي ياخدوا الادوية المثبتة للمناعة والكورتكويد احتمال اصابتهم بالامراض الجرثومية تكون اكثر دونك الهنا نخافه من إصابات الجرثومية الهنا في دق بهجة فما فكرة شائعة ولكنها معناته ما هيش صحيحة إنه يتصوروا كنقولوا أمراض مناعية معناته فما المناعة مثبتة ناقصة لا هي الأمراض المناعية ما فمش تثبيت في المناعة بالعكس إحنا نعطو الأدوية المثبتة للمناعة ليه المناعة شمعناها نحكيها بشكل مبسط بالشي الإنسان العادي فيهمها المناعة هي عبارة عن أجسام مضادة يفرزها لبدا كيدخل هجوم عليه من جراثيم وإلا فيروسات لبدا يفرز أجسام مضادة اللي تحتوي هذه الجراثيم وتأدي إلى معناته انتهاء الإصابة بها المرض في الأمراض المناعية والفسكولاريت يقع بالعكس المناعة تبدأ هايجة لبدا ما عندوش هجوم خارجي بجراثيم وإلا بفيروسات وهو واحده يولي يفرز الزنتيكور واحده يولي يفرز الأجسام المضادة الأجسام المضادة ضد الجراثيم هذه الأجسام المضادة اللي دجاء فرزها الجسم فين بش تمشي فين بش تمشي توالي تهجم على البدا نفسه دونك إحنا اللي هنا ما نقولوش عن تثبيت مناعة ما نقولوش ما نحكوش عن مناعة طايحة نحكو عن اضطراب مناعي بآلية معينة الدوية هذي اسكو يقعد على طويل خطر احنا قلنا للمرض ذي دي يمشي ويرجع مرة موجود ومرة مختفي دونك هو ياخذ الدوية على طول المدة انتبون دمان دو المرض موجود وإلا لي ما فهماش قاعدة ما فهماش قاعدة في هذا أحيانا احنا نعطوا لمريد مثلا دواء نفترضه جدلا الكلشيسين نعطوه لمدة شهر بعد شهر المريد يجي يعمل التأثيرات الجانبية ويجبنا نعرفوا انه احنا كنتابعوا المرض مريد تحت العلاج ما نتابعوش المرض وحده نتابعوا التأثيرات الجانبية متاع الأدوية اللي قاعدين نعطيها خطر كل الأدوية عندها تأثيراتها الجانبية نبدو فيها مثلا الكلشيسين عنده تأثير يعمل اسهل ديارة مريد احنا نعطوه في الكلشيسين وفجأة عملنا ديارة معندة على العلاج وقتها نضطروا نقصوا عليه نعطوه فترة هدوء فنياتر تيرابيتيك نافذة علاجية للمريد مثلا الكورتيزون الكورتكويد عنده تأثيراته الجانبية كبيرة كي يبدأ يعطينا التأثيرات الجانبية مثلا الارتفاع الضغط وإلا السكري وإلا هشاشة العظام وإلا آلام شديدة في المعدة وإلا 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 وقتها نضطروا نقصوا على العلاج خلي عادل أدوية المثبتة المناعة عندها تأثيرات مهمة برشا اللي احنا نرقبوها بنفس الأهمية اللي نرقبو فيها الداء نفسه والأعراض نفسه دونك العلاج كيما نقولوا في داء بهجة القاعدة إنه ما فماش قاعدة كل مريض وكيفيش وكل واحد والحالة يعطيك الصحة يعطيك الصحة دكتورة ليخليك على توضيحات هذي الكل دونك نعود أن أفكركم الموضوعنا اليوم هو مرض بهجة وحاضرة بحذينا دكتورة نيدي الحكيم طبيبة مختصة في الطب الباطني مرحبا بأسألتكم على 31-380 نبدأ مع أول تليفون من المهدية معنا سلمونجي مرحبا بك سلمونجي عسلامة عسلامة سيدي مرحبا عسلامة دكتورة عسلامة يا حمد بالله نحب نسلك كان عندي طو 27 عام مرحبا بك وديه أعمال تتعكر جاتني في سادي مروح اللي شار مروح بلوطة وعندي تقرحات في التعبة بالضبط ما تبرعش العام العام 12 ما تبرعش عندي كاي تلوية كالحبة كبيرة وديما نستعمل في الطماط وكل شي حد مثل الدكتورة مش مية الطماطة البعية فأنا قدرت عليها من كل احنا ما نعطيوش ادوية هني سلمونجي اما الدكتورة نجمت فصر لك الحالم التقرحات معناته فين موجودة التقرحات ما فهمتش فين موجودة التقرحات سلمونجي تقرحات اللي عندن Jeff وين موجودة السلمونجي في الكعبة متعصير في الكعبة متعصير لا لا ومabe وسورنات الكنا les promers كحنا تنجم اللي هنا تكون فما إصابة معناته وعائية شريانية التقرح هكا في السورة هدي تنجم تكون في إصابة وعكا ملاذي دوبيسات ملاذي دوبيسات معناتو انت تعرف انه انت مصاب بملاذي دوبيسات اي 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 تنجم طبعا اي تنجم تكون معناتو هذه التقرحات هي غالبا نقص تروية شريانية معناتو الدم ما يمشيش بالكديل الكعب متاع الساق تعمل الالسيراسيون هداية التقرحات يلزم الادوية اللي توسع الاوعية يلزم اول اقبل تشخيص الحالة عليش عندك التقرحات هدية يلزم يتعمل اكيد تبيبك ينجم يطلب لك ايكو دوبلير اللي هو تصوير الشرعيين والاوردة بش يشوف اسكو فما انسداد للشرعيين على مستوى معين من الساق كي بده فما انسداد وقتها لكل حادث حديث كل حالة والعلاج متاعها فما حالات تطلب تدخل جراحي احيانا وفما حالات معناته في الادوية الموسعة للأوعية والا هذا تنجم ترتاح لا هو يراجع طبيبه اللي اللي معناته لاهي بحكاية واكيد الطبيب قادر ان يحط التشخيص الصحيح هو يبعثه فين يلزم كي يلقى انه فما اصابة شريانية هو يبعثه مثلا جراحة الأوردة هو اللي يقرر حسب الاصابة حسب نوع الاصابة باي يعطيك صحا دكتور ان شاء الله بلد فعليك سلمونجي نمشو للكرام معنا راضية مرحبا بك راضية مرحبا للا تفضل والله خليك انا عندي الوزاعة عندي معنات الحاجات اللي قالت علي الدكتورة كل عندي شاقية تاج خروارية معنات هنا كل شي تعديت ويقفت يعمل بك سرك ويدو اي شانتا سرك ويدو هو اسمه ذهب لسكاكة ولا اي كمثيت انا نمشي نزرق كمثيت انا نمشي نزرق ويجيب ورقة الى امسي مش اي نزرقة بزرقة يجب اسمك فايدو صحيح ولا انا عندي الحاجات اللي قالت عليهم الدكتورة ليطاس مخاس مخاس مناجم مش نمشي يحس رحي تاعبه كمثيت عايز خلا يخليك عايزك معاناك معاناك هو في الطب معناته خاصة اختصاص طب البطني عنا الامراض الجهازية الامراض اللي هي تصيب اكثر من عضو في لبن معناته الاصابة مناعية والا غير مناعية تصيب اكثر من عضو في لبن عنا قائمة طويلة من الامراض الجهازية دونك مش كل اعراض متناثرة حكا في الجهاز التناسلية ولا هضمي ولا الرئوي كنجو باش نجمعوهم نلقوهم ملادي دي بيسيت لا فما معايير لملادي دي بيسيت وفما حاجة اخرى اللي هو السيركويدوز معناته هذي امراض اللي ينجم فعلا يعطي اصابات متعددة في اماكن متعددة اللي اهمها الاصابة الرئوية معينة جميعتي مثلا اصابة الكلوية جميعتي هذي تدخل في مجموعة الامراض الجهازية اسمها على جسمها امراض جهازية دونك السيركويدوز لا مهوش اداء بهجت اي مهوش بهجت سيركويدوز هو مرض جهازي كما قلنا يصيب اكثر حاجة الرئتين بآلية مهيش مناعية مهيش مناعية على الاطلاق ما نعرفوش عليش اللي بدان تقع فيه الاصابات الرئوية اللي تنجم تتعدى وتعمل اصابات كلوية ان شاء الله بلوت فعليك راتي نمشو للمستير معنا حمودة مرحبا بيك حمودة مرحبا ايضا عسلي مسيدي مرحبا اتفضل شكرا انت تعال برنامج مرحبا اتفضل بارك الله فيك بارك فيك انا مريز باللبسات عقود من اكثر من ثلاثة عقود من قوت نعم من ثلاثة سنين اكثر من ثلاثة عقود ثلاثين سنة اول حاجة تتبع عندي كانوا قبل ومحدث الفن وقد عملوا تحرير عليك اه اه اعطال ستة مليمتر وقع اختلاف وطب الباطني ما اه اه ما تفقين اللي هو مرض بهجت هكا لا با انت فهمتوا ساختا ما فهمتوا دكتورات ناش بزي تسألوا بشتفهم سؤال سيناء اه لا متأكدين اللي هو ملادي ديوبيسات اللي عندي ملادي ديوبيسات معناته بسيت الهضمي وإلا بسيت العصبي هذي احد اشكال اللي ذا بهجت بي السؤال الثاني اه اتشفو زادة اخيرا اللي عندي انيبريزم دولاورت ابدومينات انيبريزم دولاورت ابدومينات اه اه مش اللي عطاوني كورتيكوزون لهنا الكورتيكوزون هذي يأثر في اه لدينا متاعي كيباش اثر غادي يتعي احمرار في الساق وانتفاق خاصة على مستوى الخدم بعدها خاصة على الكورتيكوزون الساق شاحت ملاي جدا شاحت اه اه يسئلك وين هو سيحامود السؤال اه عملت الاختيار الصحيح او لا الاختيار الصحيح شون اخترت انتي اه انا قصيت على الكورتيكوزون اه ماذا انت اخترت نوع طبي بعطهولك او لا ايه اعطهولي طبيب لكن غادي يكايم ايه انا العيادات في وقت الكورونا محدودة جدا ما قصيتش حالة اخر ملاك اه اه انتي قصيت الدوية من راسك اي بخصيت مراتي على خاطره شي تاني ماذا قد كثير من المقدمين غريكي اه احمر وخوافة محمرار وجلد شاح اه اه شرايين هذا من اخطر الامهات الدم اللي هي انفريزم هي الانفريزم دي لاورت معناتو اللي تظهر في الشريان الابهار باعتبار انه هو اكبر شريان في الجسم لو هنا تقع معناتو تقع اه مداخله معناتو افي مابين الالطب الباطني وبين جراحة الاوعية والشرائيين ساعات يضطروا معناتو يعتوا دكسيزيون انه الحالة هذه تستحق عمل جراحي ساعات تكون في مناطق حساسة معناتو غير قابلة للجراحة وإلا فما للعمل الجراحي المريض عنده مضاد إصبت باب لأي عمل جراحي ممنوع يجري أي عمل جراحي وقتها نلجؤه للأدوية منها الكورتكويد كما قلنا إحنا كل الأدوية اللي نعطوها كما نراقبه المرض نراقبه لهذا هذه أحد الأعراض الجانبية متاع الكورتكويد اللي وقتها تبيب المختص اللي مسؤول عنه ينجم إما يعمله معناته تخفيض في جرعة الكورتكويد وإلا ينجم كريمه ينحي ويحطه على أدوية أخرى هروبا من التأثيرات الجانبية اللي ظهرت على الكورتكويد هو دكتور المبدأ العام ديما في أي دوية عمركم تقص دوية واحدة كويد دولي بغا بوغ زيدا الكورتكويد زيدا ما يزمكش هو بذيت تقصه واحده يزمك تقصه تدريجيا والطبيب هو اللي قصه لك خاتر لنجم يسير لك برشة مشاكل لأخر بين عودة أفكركم اللي موضوعنا اليوم هو مرض بهجة وحضر بحدينا دكتورة نيدي الحكيم طبيبة مختصة في أطب الباطني إذا كان عندكم أسألة في الموضوع ديما رحبا بتليفونيتكم على 31 380 ألف أرجعني لكم من جديد مكملين مع بعضنا من تواحد إكشل لأربعة عامة العشية موضوعنا اليوم ما هو مرض بهجة وحضر بحدينا دكتورة نيدي الحكيم طبيبة مختصة في أطب الباطني مرحبا بتليفونيتكم على 31 380 ألف مشلصوصة معنا وفاة مرحبا بيك وفاة مرحبا بيك وفاة وفاة مرحبا بيك الرجولي بجنبك ذيك أسكروا سمعني كلمة تليفونية وفاة حاضر صحيح متعاي تفضل وفاة مرحبا بيك مرحبا بيك عشبا بيك عشبا بيك عشبا بيك انا الحكيقة مش نسأل على وينتي خطر العوين اللي نقلت عليهم مواضح بينا عنده كيف عام البركة اللي هو ما نزاف بريبي كيف مهم دوك الحكيقة انا كيف معطيه المرض هذا شكيت انه عنده مهم وعلى فكرة هو عمره حجيش نسعي ناي معناها ديج مدة يطلع لوا نزاف في فمه انا نعملو كاي عمبا نزوش وقلوها اخي الفمك بالجديد ومبعض تجي مو تريق الشوالي اما اطاقتها ما عنده حتى عام حمي ذكرتها مهم توا وينت العونه اللي زافت ولا ملي هو صغير اه تنجم تقول مني عمره توافع عمره حديث مني عمره هكيكة سبعة اثمانية مهم اه اه شو نقوله انه ده بهجة نشوفوه عند الاطفال معناته احنا قلنا الفئة العمرية الاكثر معنية هي ما بين العشرين والاربعين نعم لكن فمه ده بهجة عند الاطفال فمه فكرة اخرى انه فمه اعراض تسبق اعراض اخرى معناته المريد احيانا يجي مريد يقعد سنوات سنوات يعاني من التقرح الفموي ومفمش حتى علامات الدول على انه عنده ده بهجة فجأة تبدأ تظهر عنده بعد مدة معينة بعد عمر معين تبدأ تظهر عنده بقية الاعراض كونه انه ما عندهش الاعراض الاخرى هذا لا يعني انه هو ينجم يكون مشروع مريد بده بهجة في المستقبل وفي نفس الوقت لا يعني انه هو عنده ملدي دوبيسات لا يعني على خطر مش بالضرورة كل مريد عنده افتوز بوكال ريسيديفيون هو مريد بده بهجة فمه فمه تحليل مثلا احنا نشوفوه مثلا فمه جين اللي هو بتعلق بالوراث اللي هو حكينا عليه هاشلا بسيكونتايا كنشوفوه نلقوه مثلا عند المريد اللي عنده افتوز بوكال ريسيديفون هدايا نشوفوه عند خمسين بالمئة من المرضى في دائب هجة دونك كان القينا ينجمي نقولو ممكن بوتيتر انه هو ينجم في المستقبل يطور المرض ويكون هو عنده مال ما فمه اعراض دائما فمه اعراض تسبق اعراض نجم تكون فمه سنوات ما بين ظهور لزافت لفتوز معناته بوكال وما بين ظهور الاعراض الاخرى فمه سنوات فمه مرضى يكونوا هم عندهم داء بهجة ما ما يطوروش الاعراض بشكل واضح معناته او ما يعطوهاش الاهمية الكبيرة دونك يقعد مريد كيف هكا يلزم يستكمل فحوصاته السريرية لكل يزم يتوجه الطبيب المختص في الموضوع هذا بش يعملو مثلا اختبارات الاخرى اللي هي تست باترجيك بش يعملو البحث عن الجن معناته هاشلا بيسي كونتايا بش يحاول يعملو سورفايونس كنترول على مدى بعيد بش اول ما تظهر الاعراض الاخرى طول نجمو اما نسقطوها على داء بهجة وإلا لا بيحانا سؤال واحد اخر دكتورة على الفيسبوك ام زيدة تسأل قالت انا والدي عندو دي زاف سمليو عمرو ثلاثة سنين طاو عمرو بخيسك ستاش من سني ابار لزاف تهدوما قاتلك في ثلاثة سنين لخرانين دي ما يعملي في دي زانجينة غيبيتيسيان دونك سمعتو قلبها تحاير دونك تحب تعرف اسكو لزاف تهدوما ومعا لزانجينة غيبيتيسيان ينجموش يكون ارضية مؤهلة بالشي والي عندو مرض بخيسك دي جا قلناها معناتو في اول حصة انو فما عوامل جرثومية نقولو مؤهبة لهذا بدليل انهم القو عند العباد اللي عندهم داء بهجة بمسحة الحلق يلقوا فما المكورات اللي هي احد انواع الجراثيم اللي تعمل التهاء اللونجين معناتو دونك احيانا اللونجين ينجم هو اللي يعمل اف من غير ما نقولو انو المريض هدايا عندو ملدي دي بيسيد جست الانجين ينجم يكون قاعد يحرير له لفتوز اهىا ننتم شيء قول حيز ظهور معنا سامية مرحب بيك سامية وسامية رح سامية لله bright مرحبا فيك وبرحبا في الدكتورة. عايشة. عايشة. نحب نسأل الدكتورة الجورة. اي اي تسمع فيك. اتفضل مرحبا. انا عندي ابنتي مرضت بالكورونا. مرضت اول جيحة معنتها الفين وعشرين. اي. قبل ما تفكر لنا لتونس. هي مرضت بالكورونا وفي باليش هنا كورونا معنت. اي. بعد عام اه معنتها صار الالتهاب في الرياء. ليه اي. ساكت فيها طبع طيلا كعبورة في عينها مشات الكديد باطني قاتلها بالتحليبات والكل قاتلها عندي كل تيهاب. قاتلها مرضت بالكورونا بنتي قاتلها من عرش. حاصلوا عملت تحليل الظهرت اللي هي كورونا. عملتلها جتاش في الوادي. اه. خذت بتو قتك ويد من مارس. اي خا فيه كملتو هاي ديجا. كملت اه. بيت بالارب عني نصل تشترب نحة. اه. لكن طوى دكتورة فاصلها توجع فيها ياسر. كي قصة عدوية واللي تسقيها تقوم بالسيف توجع فيها. اه تقول للوجيعة في العظم. تعتقيها ويديها. اه. اه. اه يا ذكر المشكلة معها. وما زلت ما راجعتش هي. عندها الام مفصلية رغم انه هي تاخد في الكورتكويد مادام? كملتو توصيية كملت. قديش عندها من اللي قصة تالي? قصة تالي عندها تروات ومانا كيكا من اللي قصة تعدوية صي. سمحني سؤال. معناته هي عندها الام مفصلية وهي تاخد في الكورتكويد? ظهرت عنها الام? اي خذت. اي الاعلام بعد ما قصة تعدوية جيوها. لا الاعلام مفصلية معناته كان انت تسأل اسكو هي من الكورتكويد? لا الكورتكويد ما يعطيشي. ما يعطيشي. ما يعملش اعلام مفصلية. نجم مثلا تكون اعراض ما بعد الكوفيد. اعراض ما بعد الكوفيد اللي. اللي حس المريض نفسه. خليه جيوبك. خليه جيوبك سين. معناته يحس بتقلصات عضلية. يحس بتعب عام. ينجم يكون بدنه الكل يوجعه. وهو معناته يسقطها على الالم المفصلية الوحدة. على كل الاحوال. الموضوع ماهوشي صعيب برشا معناته. هي مريضة صغيرة عندها آلام مفصلية. تنجم تكون برشا امراض اللي منها الروماتيزم الشبابي. تنجم تكون امراض. اتمثل مناعة الذاتية. الامراض الجهازية. اللي تنجم تعمل الام مفصلية. في الحالة هذية انا ننصحك مدام انه امريض تك معناته تعرضها على طبيب مختص اما في المفصلية والامراض المفازل والعظام. والا طبيب مختص في الطب الباطني. بش نحسم الموضوع. الالام المفصلية هذية تنتمي الى اي مجموعة مرضية. ينتيك صحة. دكتورة ان شاء الله بلطف عليها من السيمية نمشي والتونس معنا سي عبد العزيز. مرحبا بيك سي عبد العزيز. مرحبا فيك اختي مرحبا بيك. اي تفضل. اي اه معايا دكتورة اختي. اي. اي انا انا عندي بنتي مرة اتريزان. امم. اشان امراض البحث تفادي في تروازان. اه. وفي عينها جاء في عينها. انا 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 مش على السوليشيات اولا اجتمشي دوات امشي حاجة خطر عمل التوتو. عمل كورتوكويد. عمل التوتو. دو حتى ماشي سوليشيات. معنا خطر افرارها لعينها. عينها مش شهدت الكل. اه. اه. الهنا معناته نحكو على الاصابة العينية اللي هي تعتبر من اكثر الاصابات المهددة لصحة المريض. معناته هي من اكثر الاصابات هي مش اكثر اصابة خطورة معناته فما اصابات اخطر منها. اصابات الشريانية الوعائية الكبيرة هذيك اخطر منها. لكن هي خطورة الاصابة العينية. انه اكثر شيوع. معناته هي الاصابات الخطيرة اللي هي اكثر شيوع. اللي تنجم توصل المريض لفقدان البصر. خاصة اذا المريض كان غير مشخص على انه ملدي داء بهجت. ووقعت عنده اصابة عينية ولم يراجع تبيب العينية في الوقت المناسب. ولم يتلقى العلاج في الوقت المناسب. وقتها ينجم يوصل المريض حتى لفقدان البصر. ان شاء الله معناته بنتك ما توصلش لهذا. لكن العلاج هو يقعد ما بين الطب الباطني وما بين فما فما تدخلات معناته عند الاطباء العيون. اللي ان شاء الله ينجم يمنعه. يمنعه المريض. لهنا انا ديما عليش انا ديما نقول لهنا على احنا نقوله علامات الخطورة. علامات الخطورة اللي هي احنا نقوله علامات بريئة لامراض خطيرة. هي علامة خطيئة بريئة انه مريض يقول لك ولدي وإلا هو عنده احمرار في العين. علامة بريئة لكن تخفي وراءها اللي هو التهاب طبقات العين خطير. علامة بريئة انه المريض يقول عندي اسهال ديارة لكن هي تنجم تخفي وراها. معناته تخفي وراها انثقاب في الامعاء. ثم علامة خطيرة انه المريض يقول عندي صداع متكرر متواصل. لكن هي تنجم تكون قاعدة تخفي وراها من نجيد. دونك احنا ديما معناته بالنسبة للمستمع انا نحب ديما نركز على الاعراض البريئة اللي كل كسوال شخص يعرف روحه هو مريض بسات ملأ داء بهجة ولما غير مريض احيانا يبدأ انسان ما يعرفش انه هو مريض في داء بهجة. الاعراض البريئة دائما يلزمنا نعطوها اهمية. بي. يعطيك صحة دكتورة لاي خليك وصلنا الاخر للحسة. كانت واحدين دكتورة نيدي الحاكيم طبيبة مختصة في قطب الباطنية تكساها دكتورة بركة اللوفيك. شكرا. شكرا. شكرا في الاعداد. شكرا الامين في الاخراج. شكرا لزمالينا في ايافاما تيفي. كانت معكم هجر الحنيشي. باي باي في لامنة.